ومتبعة للمواقف الأمريكية خطاب الرئيس بايدن وآخر مواقف البنتاجون معنا من واشنطن مراسونة أنس الصبار ترقب في الساعات القادلة المقبلة لخطاب الرئيس الأمريكي من غرفة القاعة البيضوية داخل البيت الأبيض ولكن الكثير من الوقائع تسبق هذا الخطاب متصل بمواقف البنتاجون متصلة بزيارة بايدن والانعكاسات على هذه الجولة في المنطقة والحسم باتجاه المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة لإسرائيل بالفعل وهذا الخطاب كما يسميه الإعلام الأمريكي هو خطاب يأتي في وقت الحرب بالإنجليزية وار تايم سبيتش وهذا من المتوقع أن يكون خطابا يتعلق أكثر بالموقف الأمريكي ومبررات الموقف الأمريكي سواء الذي اتخذ أو الذي سيتخذ بعد ذلك هناك البعض يربطه بأن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة باتت وشيكا ربما على بعد ساعات أو أكثر من ذلك لكن هذا الأمر أيضا يتعلق بعودته من زيارة إلى إسرائيل أبدى فيها دعما كاملا لحكومة الطوارئ هناك حكومة بن يمين نتنياهو وقال بعد عودته أنه طلب من الإسرائيليين وسألهم أسئلة صعبة بعض هذه الأسئلة لم تجد إجابات من قبيل ما الذي سيحدث في اليوم التالي بعد أن تنتهي هذه الحرب جو بايدن سيطل على الأمريكيين وسيتحدث إليهم لأمريكيين ربما أكثر من حديثه لغيرهم للدول الأخرى أو لوسائل الإعلام الأجنبية هو سيتحدث لأمريكيين لأنه سيطلب من أموالهم أموال دافعية الضرائب موازنة لهتين الحربين سواء في إسرائيل أو في أوكرانيا المبلغ الذي يدور الحديث عنه هو 100 مليار دولار وهذا المبلغ يعد رقما كبيرا على الأقل المساعدات التي كانت توجه لأوكرانيا كانت تلاقي ممانعة كبيرة بين الجمهوريين تحديدا في مجلس النواب ولأجلها حدثت خلافات وبعد ذلك تمت تنحية رئيس مجلس النواب وبالتالي هذا الخطاب مهم أيضا بالنسبة للحرب في أوكرانيا أما بالنسبة لإسرائيل فهناك ما يشبه الإجماع داخل الإدارة الأمريكية داخل الحكومة الأمريكية في الكونغرس هذا لا يمنع أيضا من تساؤلات تخرج بين الحين والآخر من مشرعين ديمقراطيين حتى في مجلس الشيوخ من كبار المشرعين في لجان مثل لجان الاستخبارات لجان القوات المسلحة لجان الخارجية تتساءل عن مستقبل العملية العسكرية البرية في إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن يأتي هذا الخطاب له بعد ساعات من إعلان البنتاجون أن قواته اعترضت قواته البحرية وتحديدا المدمرة يو اس اس كارني في البحر الأحمر اعترضت صواريخ ومسيارات قالت إنها جاءت من اليمن وكانت في طريقها وباتجاه اسرائيل هذا يأتي أيضا بعد هجمات نفذت ضد قواعد أمريكية في سوريا والعراق وهو ما يعني بطريقة أو بأخرى أن الولايات المتحدة ربما على بعد خطوة من الانخراط في هذه الحرب في الشرق الأوسط وهي التي ما زالت منخلطة وإن بطريقة غير مباشرة في حرب مع أوكرانيا ماذا يعني هذا للخزينة الأمريكية؟ الموقف الأول للبنتاجون وأدي البيت الأبيض مع انطلاق تطورات السبع من أكتوبر كان الحديث يجري وهو شبه محسوم عن قوة ردع أمريكية مع هذه المساعدات مع المواقف البنتاجون مع أيضا زيارة وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن الأسبوع الماضي لإسرائيل تتبدل هذه الاستراتيجية أم هناك تقدم تكتيكي في هذا الاتجاه؟ هو تأكيد أكثر من تراجع عن القرار بدعم إسرائيل أو الوقوف إلى جانبها كانت هناك بعض الإشارات على مدى الانخراط الأمريكي دائما ما يسأل المسؤولون الأمريكيون عن مدى الانخراط الأمريكي هل ستكون هناك قوات برية على الأرض؟ اليوم خرجت صور قال البيت الأبيض أنها كانت خطأ لصورة لرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جانب قوات خاصة أمريكية يعتقد بأنها من وحدة دلتا الخاصة في إسرائيل ورغم الأسئلة الكثيرة التي سبقت هذه الزيارة بأنه هل هناك قوات على الأرض في إسرائيل قوات أمريكية كانت الإجابة دائما لا وأن الولايات المتحدة ليست منخلطة في هذا الصراع بشكل مباشر لكن هذه الصورة وما ظهر منها أدى في نهاية المطاف إلى اعتذار البيت الأبيض عن الصورة التي ظهر فيها جو بايدن وقال البيت الأبيض أنه لم يكن من المفترض أن تظهر لكن بكل الأحوال هذا الانخراط الأمريكي سواء كان من خلال الدعم الأمريكي المباشر لإسرائيل أو من خلال استهداف المصالح الأمريكية أو القواعد العسكرية الأمريكية المدمرات الأمريكية سيكون حديث خلال الأيام القليلة المقبلة مع تقدم العمليات العسكرية وربما مع احتياج إسرائيل لدعم أمريكي أكبر وأكثر قد يتجاوز في أحد مراحلها الدعم المالي أو الدعم العسكري غير المباشر أو حتى التصريحات والدعم السياسي غير المباشر وحينها ربما الأمريكيون سيقفون مرة أخرى ويتساءلون هل من مصلحتنا الدخول في حرب أخرى وهو أمر يطرح ويسأل على الأقل في وسائل الإعلام الأمريكية طبعا سنتابع معك هذا الخطاب كل هذه القراءة التحليلية أيضا تصب في المواقف في ساعة القليلة المقبلة الزميل أنس الصبار مباشرة من واشنطن وأنت باق معنا في تغطيتنا ونقلنا لخطاب جو بايدن